نفى المركز الأعلمي لمجلس الوزراء ما تردد عن إصدار قرار بماد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة وقد قام المركز الأعلمي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزرات التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفى تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة مشددة على أن الموعد النهائي لطلاب شهادة الثانوية العامة لتسجيل اختبارات القدرات لكليات التي يشترط القبول بها اكتياز اختبارات القدرات ينتهي اليوم دون وجود أي نية لمد التسجيل لفترة جديدة